طيب بحكم أنه حاليا ما فيهش ندران هل فيه خطة عمل يعني تم رصدها للاعتماد عليها من أجل ضمان ديمومة توفير الأدوية لكل مصالح الاستشفائية بالفعل خطة عمل تم رصدها وعلى أساسها استعمال رقمانة لقد جاء سيد وزير الصحة الحالي بمشروع سنة الطلابيات الإلكتروني اللي بدنا تشغيله ابتداء من 3 أفريل من شهر الماضي والحمد لله أعطى النتائج دعو اليوم سنة الطلابيات الورقي لا وجود له في المصحة أو في المؤسسات الصحية عن طريق هذه السنة الطلابيات سنتمكن من الولوج مباشرة في مخزونة المؤسسات الصحية سنتمكن كذلك في احتياجات المؤسسات الصحية اليوم ستكون لدينا الأرقام الحقيقية للإحتياجات المؤسسات الصحية ستكون عقلنا في المؤسسات الصحية لا تستطيع اليوم تتجاوز ما تحتاجه من طلابيات الحمد لله سنتمكن عن طريق سنة الطلابيات الإلكتروني من التحكم كذلك في المنتجات الآن إلى انتهاء صلاحي البردوء tyrantب يعني يكون مشكل في البردوء tyrantب يكون هناك ذكارات المؤسسات الصحية ومسؤولين مؤسسات الصحية يتكلم على البردوء tyrantب حتى هذه الآن نقدر نديرو الضبط بين المؤسسات الصحية والمؤسسات الصحية تستطيع أن تكون مؤسسات الصحية تطلب من توجه لو ربما ما ميكونش في الصيدالة المركزية المستشفيات أو ربما لو كان نلبي المنتج تهو أفضل ديباسي لكريدي ألوين ديباسي وليك دونك إحنا يا وش اللي راح نحوله طالب تهو إلى مؤسسة صحية في إطار المساندة بين المؤسسات دونك راسولي داريتي انتري تابليسما حتى يجيب هذه المادة من عند الزميل تهو مسؤول مؤسسة المجاورة ومؤسسة عبر التورة بالوطن نعم نعم